فريق يد زمالك أنها استعداداته لمباراة القمة أمام النادي الأهلي واللي هتطلع بكرة الساعة 8 مساء على صالة أستاذ القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة التالتة للدولي فريق يد الزمالك خاطت تدريباته الأخيرة النهاردة على صالة أستاذ القاهرة واستحالة من التركيز على جميع اللاعبين من أجل تحقيق الفوز في مباراة القمة فريق دخل معسكر للمبيد في أحد الفنادق القريبة من أستاذ القاهرة استعداداً للمباراة المهمة في مشوار الفريق في الدوري زي ما عارفين أن فريق يد الزمالك كان فاز مبارح على الجزيرة من نتيجة 38-39 عشان يحقق العلامة الكاملة بالفوز الخامس على التوالي في الدوري كل الدعم والتوفيق ليهم بإذن الله بكرة في مباراة القمة أمام النادي الأهلي والزمالك يخرج من المباراة دي فائز بالمباراة بإذن الله نروح لفريق يد سيدات الزمالك واللي بيواصل هو أيضاً تدريباته على صالة النادي استعداداً لانطلاق الدوري في شهر ديسمبر المقمل فريق هالعم مباراة ودية مع المنتخب الأول لسيدات اليد يوم الاثنين اللي جاي على صالة المركز الأولمبي بالمعادي وده ضمن سلسلة المتشاط اللي بياخدها الفريق في الفترة الأخيرة فريق يد سيدات الزمالك كان خاض عدد من المباراة الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد من خلال لعبه مع منتخب السيدات مورتين ومباراة أخرى مع سموحة وسبويتينج والجزيرة بالتأكيد زي ما عارفين أن فريق يد سيدات الزمالك هيبدأ الموسم الجديد يوم 20 ديسمبر ومواجهة الظهور في الجولة الأولى من الدوري كل الدعم والتوفيق ليهم بإذن الله ويكون موسم مختلف عن المواسم السابقة بالتأكيد